السباح الخير يا أما إيه بتاعياتي ليه إيه اللي حصل مين زعالك قال يعني انت فرق معاك زعال يا أخويا إيه بس اللي حصل أحكيلي ما أنا لو ما خلفها راجل ما كانش ده كله حصل إيه بس التجريح ده على الصبح العقربة اللي انت جايبها لنا دي عمالت اشتابني طول النهار وتهزق فيا إيه عملت كده أما اللي يعني بتبلع لها طب سبيل أنا اتطلع دي بتشتم أمي لابت الله العظيم ما شتمتها ولا جيتنا حياتها حارب عليك هحموكش هيا يا أنا هتتبلع عليك الله العظيم حرام أنا ما عملت لاش حاجة وبعدين بقى في أمي الخيلة الكدابة دي يعني أصدق مين فيكم بصي أنا هعرف زي كان انت كدابة ولاي ولو طلقت انت اللي بتكدب علي عنفوخك يا فوزي موافق أخويا موافق أول مام تدخل تنام تاخد هدومك وتروح على أمك باش وأنا هقول لها إن أنا قافل القضاء عليك بالمفتاح اللي تشوفها أخويا صباح الخير أم صباح النور يا قلب أمك بص يا أم أنا قافلت لك على الباب المفتاح ومش أعطيت لها غير لما أرجع من الشغل أيوة كده أنا كده خلفت رجالة وراها يا ودي العين الحمرة عدري أم يلا عايزة حاجة أنا رايح الشغل يا حبيبي روح روح ربنا يكتب لك في كل خطوة سلامة ألو أفوزي أنت فين دلوقتي أنا عندهم أواحة مقشة مش هرجع غير لما تكلمني وتقول لي تعالي ماشا فوزي ما نشوفها أخرتها خيرة حاجة فيه تاني مراتك من ساعة ممشيت وهي عملت اجتنفية من ورا الباب أبنت اللعيب أم ده أنت مكانك مش هنا أنت مكانك مع نتنياهو أهلو أفوزي يلا رجع فوزي رجع فوزي حقك علي جايب لو النبي يا بنت اللاسلاء بفيدكو مش رجع عنك مرقعة فوزي أنت تعرفوني لا أولاد الكلب موسيقى 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 شكرا